العقارب من منظور مختلف تقضي معظم العقارب اكثر من 90% من وقتها في وضعية الخمول وتستطيع ان تعيش سنة كاملة بلا طعام وتمتلك العقارب شعيرات صغيرة تنتشر على الارجل وباقي الجسم حسب النوعي تكون وظيفتها ان ترصد ذبذبات حركة الفريسة لتنقض عليها في الوقت المناسب هناك شائعة تقول ان العقارب تنتحر بلدغ نفسها لكن الحقيقة ان العقارب محصنة ضد سمها حتى انها تقوم بلدغ بعضها اثناء التزاوج كنوع من المدعبة العقارب التي تمتلك ذيولا كبيرة ولامسات اقدام صغيرة هي العقارب الاكثر سمية وفتكا جميع العقارب سامة لكن حوالي ثلاثون نوعا من العقارب فقط هي التي تشكل خطرا حقيقي على حياة الانسان من اصل الفان نوع تقريبا لا تقوم العقارب باستخدام سمها الا دفاعا عن النفس او عندما تشعر بخطر الحصار او استخدامه في شل حركة الفرائس يعتقد ان العقارب عصرت الديناسورات وعاشت في الارض منذ اكثر من اربعمائة مليون سنة مع اختلاف الحجم طبعا تستخدم سموم العقارب في علاج بعض امراض القلب القطرة الواحدة بمئة وعشرون دولار يعتبر سم العقارب من اغلى السوائل بالعالم تأتي في المرتبة الاولى حيث ان اللتر منها يصل ثمنه تقريبا عشر ملايين دولار ولجمع لتر تحتاج الف ومئتان وخمسون عقرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة